اهلا بكم من جديد فتح مجلس المناقصات والمزايدات مضارف 87 عطاء ل 16 مناقصة مطروحة من 10 جهات متصرفة بينها معطاءات مناقصة لهيئة الكهرباء والماء بشأن التعاقد مع استشاري برمجريات في نظام SAP سعب للتطبيق نظام الفواتير الجديد لخدمتي الكهرباء والماء حيث تم استلام خمس عطاءات جاء ذلك خلال ترأس وزير الإسكان ورئيس المجلس باسم الحمر الخميس الاجتماع الأسبوعي لمجلس المناقصات والمزايدات حيث تمت مناقشة العديد من المسائل المتعلقة بمختلف المناقصات الحكومية وتضمن جدول أعمال لجنة الفتح فتح عطاءات مناقصة لوزارة الصحة توفير خدمات التنظيفات لمركز بتلك الصحي وتم استلام 13 عطاء لهذه المناقصة وفتح مناقصة واحدة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن توفير حراسة أمنية لمنطقة البحرين العالمية للاستثمار حيث تم استلام 9 عطاءات لهذه المناقصة واجتملت عملية الفتح على فتح عطاءات مناقصتين لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني شؤون الأشغال الأولى بشأن استئجار عدد 6 مركبات لاستخدامات الوزارة والزيارات الميدانية وتم استلام 4 عطاءات لهذه المناقصة بلغ المتوسط اليومي للتداولات الإسبوعية لبورصة البحرين 589 ألف وأربعمائة وتسعين دينار بحريني في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم ووحدات الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة مليونين ومائتين واثنين وتسعين ألف وثلاثمائة وأربعة وثلاثين سهم أما متوسط عدد الصفقات فقد بلغ خمسة وخمسين صفقة التفاصيل في سياق التقرير التالي بلغت كمية الأسهم المتداولة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع 9 ملايين ومائة وتسعة وستين ألفا وثلاثمائة وسبعة وثلاثين سهما بقيمة إجمالية قدرها مليونان وثلاثمائة وسبعة وخمسون ألفا وتسعمائة وسبعة وتسعون دينارا بحرينيا نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال مائتين وإحدى وعشرين صفقة تداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم سبع وعشرين شركة ارتفعت أسعار أسهم ثلاث شركات في حين انخفضت أسعار أسهم عشر أخرى واحتفضت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع البنوك التجارية أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الخدمات وعلى مستوى الشركات جاء البنك الأهلي المتحد في المركز الأول من حيث القيمة وجاءت في المركز الثاني بي أم أم آي احتلت البحرين المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال تنمية التنويل الإسلامي وفقا للنسخة السنوية السابعة من مؤشر تنمية التنويل الإسلامي وهي السنة السابعة على التوالي التي تتفوق فيها المملكة على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن هذا المؤشر بينما حالة البحرين في المرتبة الثانية عالميا هذا العام ويمنح مؤشر تنمية التنويل الإسلامي تصنيفا سنويا لكل اقتصاد في قطاع التنويل الإسلامي العالمي حيث يتم احتساب النتائج في 131 دولة تنشط في مجال التنويل الإسلامي بناء على خمسة عناصر رئيسية هي التنمية الكمية والمعرفة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية المؤسسية والوعي ويأتي التصنيف المرتفع للبحرين بفضل أنظمتها القوية والداعمة للتمويل والصيرفة الإسلامية إضافة إلى زيادة عدد الأصول المصرفية الإسلامية والمؤسسات التي تقدم خدمات التنويل الإسلامي كما جاء هذا النجاح البارز على الرغم من التباطئ العالمي في نمو القطاع المصرفي الإسلامي والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل لعملات الخليجية والعالمية ترجمة نانسي قنقر هذا التفاهم يقوم برنامج مشروعات بدعم المؤسسة العامة لجسر الملك فهد من أجل بناء نموذج مؤسساتي متقدم وفعال ووفق أفضل الممارسات العالمية لتعزيز مستوى الكفاءة والشفافية في إدارة المرافق والأصول وتضمنت مذكرة التفاهم تقديم المساندة الفنية لرفع كفاءة إدارة محفظة التشغيل والصيانة التي تشمل عدة عقود تغطي مختلف المرافق والأصول بجسر الملك فهد مثل الجسور والأعمدة والمباني الإدارية والاستثمارية ومحطات تحلية المياه بالإضافة إلى محطات الكهرباء الاحتياطية ومحطات معالجة المياه قالت ستاندرد عن بورز للتصنيفات الإتمانية إن إدراج الرمك السعودية الوشيك في سوق الأسهم المحلية قد يساعد في تقوية الصافي مركز أصول الحكومة وإن حصيلة الطرح يمكن أن ترفع معدل النمو الاقتصادي للسعودية في المدى الطويل وكشفت وثيقة رسمية سعودية أنه سيتم الإعلان عن النطاق السعري للاكتتاب في الطرح العام الأولي لسهم أرامك السعودية العملاقة للنفط يوم الأحد المقبل وقالت ستاندرد عن بورز أن الجانب الأكبر من حصيلة الأموال سيؤول إلى الحكومة أو صندوق الاستثمارات العامة ما قد يعزز صافي مركز الأصول المالية القوي بالفعل للبلد والبالغ 72.7% من الناتج المحلي الإجمالي النشرة الاقتصادية مشاهدين مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل مرسيديس تخطط لإلغاء آلاف الوظائف لتوفر أكثر من مليار يورو بحلول نهاية العام 2022 دفع تدهور الليرة وسوء الأوضاع الاقتصادية في تركيا إلى صعود حاد في أسعار السلع الزراعية بالسوق التركية خلال أكتوبر الماضي وفقا لبيانات نشرتها هيئة الإحصاء التركية وقالت الهيئة أن مؤشر أسعار المنتجين الزراعيين صعد في أكتوبر الماضي بنسبة 18.22% على أساس سنوي ما زاد من تكلفة المنتجات الزراعية على المستهلك النهائي ويعود ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية في السوق التركية إلى ارتفاع تكاليف الأيدي العاملة من جهة وارتفاع مدخلات الإنتاج خاصة تلك المستوردة من الخارج وجميعها ناتج عن هبوط الليرة التركية مقابل سلات العملات الأجنبية ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس 2018 وتطاع عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة اشترطت الصين إلغاء الرسوم الجمركية من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة وهو مطلب أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق هذا الشهر رفضه له وكشفت تصريحات وزارة التجارة الصينية الفجوة التي لا تزال تفصل بين واشنطن وبكين رغم إعلان ترامب الشهر الماضي أن الطرفين توصلا إلى اتفاق أولي وانخرطت واشنطن وبكين في حرب تجارية مستمرة منذ 18 شهرا نعكست تداعياتها على الاقتصاد العالمي بينما فرضت طرفان رسوما عقبية متبادلة على منتجات بقيمة مئات المليارات من الدولارات اختتمت دول مجموعة بريكس التي تضم بعض أكبر الاقتصادات الناشئة في العالم قمتهم التي استمرت يومين في العاصمة البرازيلية وأكدت المجموعة في إعلان المشترك صدر اليوم في ختام القمة على الأهمية الأساسية للتجارة الدولية القائمة على قواعد الشفافية وغير التمييزية والمفتوحة والحرة والشاملة وأجددت المجموعة التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا دعمها للتعددية والتجارة الحرة لكنها انتغذت الإجراءات الحمائية مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية إصلاح منظمة التجارة العالمية لضمان فعالية وأهمية المنظمة وقدرتها على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية بشكل أفضل والآن نترككم مع أبرز مؤشرة الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية أعلنت شركة دالمر صاحبة العلامة الألمانية الشهيرة ميرسيديس أنها تخطط لإلغاء وظائفة لتوفير أكثر من مليار يورو بحلول نهاية العام 2022 في وقت تحاول مجموعة صناعة السيارات الألمانية الفارهاء التعامل مع التحول بهض التكلفة لإنتاج مركبات صديقة للبيئة وتعرضت المجموعة المصنعة لسيارات ميرسيديس بنز لنكسات عدة جراء عمليات مكلفة لصحب مركبات من الأسواق وتباطئ الأسواق العالمية وتغريمها 870 مليون يورو لبيعها مركبات لا تتمثل للحدود القصوى للإنبعاثات المنصوص عليها في القانون ويواجه قطاع صناعة السيارات الألمانية بمجمله نموا أقل من المتوقع جراء النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والضبابية المرتبطة بملف بريكزيت ترجمة نانسي قنقر